بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أو يتيم أو فقير سأعطيك مثالنا نعم بعد عمر طويل في طاعة الله مات الشيخ إبراهيم وترك ولد عمره خمس سنين هذا يتيم مات أبوه ولم يبلغ كم خرج لهذا الولد من إرث الشيخ إبراهيم رحمه الله سبعين مليون بعد سنة قلنا لأم هذا الولد قلنا أعطينا زكاة المال مال عنده سبعين مليون مر عليها سنة كاملة قالت هذا يتيم قلنا ليس لنا علاقة لو مجنون أيضا نأخذ منه الزكاة لأن الزكاة متعلقة ببلوغ النصاب وحولانا الحول صاحبها غني فقير يتيم مجنون نخرج الزكاة ثم تمام مثال ثاني هذا الأخ قلنا فقير معا ألف يوم عيد الفطر آخر يوم من رمضان كم معك؟ قال معي ألف إذن يفضل عن قوتي وقوتي عيالي أكثر يستطيع يخرج زكاة الفطر صاعم من طعم مفهوم؟ تجيب عليه الزكاة قال لكن أنا علي دين عشرين ألف مثلا نقول ليس لنا علاقة عليك ديون ما عليك نحن لا نسأل عن الدين فعندما تأتي للشيخ إبراهيم وتقول عليك زكاة كذا ما نسألوا كم عليك دين ما لنا علاقة الدين هذا ليس له علاقة نحن علاقتنا ببلوغ النصاب وحاولنا الحاول مفهوم؟ ولا با كان أحد أخرج زكاة يا رجل نعم نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كتاب الحج and then after this we come to كتاب الحج صيام then after this we come to كتاب الصيام the book of fasting الصيام ما هو الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب لكن لابد أن يكون بنية أو تقول في أول التعريف هو التعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أذان المغرب نعم الصيام يقوم على ركنين أركان الصيام اثنين نعم الأول الإمساك والثاني النية نعم نعم هذا قال أمس طيلة النهار أنا لم أكل ولم أشرب ولم أأتي بمفطر لكن ما نويت صيامه باطل وهذا قال أنا نويت لكن أكلت وشربت نعم وأنا ذاكر ليس أناس نعم على من يجب الصيام يعني صيام رمضان على كل مسلم بالغ أرجع هذا غير البالغ الصغير لكن الصغير نعود على الصيام ونشجع على الصيام وتعطيه هدية حتى يصوم عاقل مستوطن يعني غير مسافر مع أن المسافر الأولى به الصيام نعم نعم الصيام أولى لأنه ممكن يؤخر يؤخر ولا يصوم نعم إلا إذا يشق عليه قادر على الصيام خرج به العاجز عاجز إما لكبر سن أو مرض ليس أي مرض مرض إذا صام قد يضر به مفهوم نعم تزيد المرأة الخلو من الحيض والنفاس نعم طيب ما هي المفطرات نعم الطعام والشراب الأكل والشرب وما يقوم مقام الطعام والشراب مثل الإبر المغذية هذه سيروم بالإنجليز ما اسمه بالإنجليز أو إيضي تمام لا لكن لو أخذ إبرة مسكينة للألم مثل صيامه صحيح بنج الإبرة للأسنان هذه غير مفطرة نعم نعم وما يجري مجرى الطعام والشراب أخذ قطعة بلاستيك ما هي طعام لكن ابتلعها هذا يجري مجرى الطعام والشراب هذا من المفطرات مفهوم نعم طيب قطرة العين وضع قطرة العين وجد يعني مرارة هنا في حلقي مفطرات أو لا نعم من المفطرات أو لا قطرة عين نعم وجدت إنسان عاقل يشرب من عينه ما يوجد إذا ما من المفطرات ليس مدخل معتاد للطعام حتى لو وجد مرارة ليست من المفطرات هذا يقول الشيخ بن عذمي رحم الله نعم قطرة العين قطرة الأذن هذه ليست من المفطرات نعم لكن قال عليه الصلاة والسلام أبالغ في الاستنشاق في الوضوء إلا أن تكون الصائم يعني الصائم ما يغوص يعني في البحر يغوص نعم لا ما في مشكلة لكن تحت أما ما عنده مشكلة نعم له للصائم له أن يتبرد يسبح يقتسل ما في إشكال نعم الإشكال في الغوص تمام هذا الأول من المفطرات الطعام والشراب نعم نعم الثاني نعم الثاني ما هو الثاني ما هو النوم هل النوم من المفطرات و الله بعض الناس يظن ما ينام وهو صائم يصح ينام لكن لا ينام كل اليوم نعم تعمد القي تعمد حتى يستقيل هذا من المفطرات الحجامة و مثله التبرع بالدم نعم التبرع بالدم من المفطرات نعم لكن أخذوا منه عينة تحليل الدم هذا ليس من المفطرات نعم غيره إذا تعمد إخراج المني يعني مستيقظ أما نائم وخرج منه المني نام بعد الفجر وخرج منه باحتلام صيام صحيح نعم والجماع وتزيد المرأة خروج دم الحيضة والنفاس هذا من المفطرات نعم الصيام ينقسم إلى قسمين صيام فرض وصيام نفل صيام فرض صيام رمضان والكفارات مثل كفارة يمين صيام ثلاثة يم وتتابع إذا لم يقدر على الثلاثة نعم نعم الثالث النذور هذا قال لله على نذر أن أصوم غدا أصبح أن الصيام في حقي واجب نعم يباح للصائم بل عريق لأن بعض الناس يظن أنه لازم يبسط لا هو ما أدخل شيء لجوفي أصلا والتبرد لا التبرد يعني شغل مكيب بعضهم لا يبقى في الحر نعم صحيح والله نعم التبرد والاقتصال نعم نعم ويباح ذوق الطعام للحاجة فقط يعني مرأة تعرف هذا عند الإفطار إذا كان الطعام الملح زائد وناقص ممكن يطلقها نعم فأي تذوق الطعام حتى لا تستع مشكل إن بعض الناس يصوم سبحان الله خلاص يعني ما يكلم أحد في نهار رمضان نعم مع أنه الصيام تهذيب للنفس نعم والذوق في جعني على اللسان كذا شوفها على اللسان هذا الذوق بس هكذا ويذوق ما شاء الله يأخذ ملعقة نعم هكذا يذوق الطعام نعم ذوق على اللسان نعم للحاجة ذوق الطعام للحاجة أما هذا يأتي ما شاء الله هنا في السوق ويذوق هذا ليس جيد لا نعم نعم يستحب للصائم نعم تعجيل الفطر في أول وقت تأخير السحور إلى تقريبا قبل ربع ساعة من الأذان أفجر نعم يتسحر على تمر الأفضل سنة يفطر يتسحر والأفضل أن يفطر على رطب ما هو الرطب الآن عندنا الذي يخرج من النخلة يمر بثلاثة مراحل مرحلة قبل النضج يعني لا يؤكل ومرحلة يكون مثل التفاح فاكهة هذا لا يمكن تخزينه مثل التفاح مثل الفاكهة هذا نصف ونصف الآن لا يصلح التخزين لكن يصلح للأكل هذه المرحلة وسط المرحلة الأخيرة يصلح التخزين هذا التمر نعم لأن بعضهم لا يرى الرطب هنا نعم نعم السنة أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء يعني أول شيء يبدأ به الماء فإن لم يجد فعلى ما وجد مثل برتقال مثلا أو لحم نعم ما وجد شيء فقير ليس عنده شيء ينوي نعم يستحب للصائم الاعتمار في رمضان قراءة القرآن الدعاء صلاة التراويح الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان حتى يدرك ليلة القدر تحري ليلة القدر يحرم على الصائم فعل كل محرم وقول كل محرم نعم طيب ويحرم عليه يقوله بلع النخام يعني البلغم ما يبلع لكن لو ابتلع لم يفطر لكن حرام عليه نعم نعم طيب بعد هذا سنذكر كان عندي واحد يسألني يقول هل أكرمكم الله دخول للحمام من مفطرات قلت لا ما ليس مفطرات نعم فقط اللي ذكرنا هذا الجماع وكذا لكن في ليل رمضان يا أكل يا شراب مفووم نعم أفضل شيء في رمضان أن تبقى في المسجد تحافظ على صيامك بالبقاء في المسجد نعم وبالنسبة لكم دائما خليك في المسجد وكذا لكم في رمضان وغير رمضان الله تشعر بقيمة المسجد في هذه الدول أكثر من بلاد المسلمين لماذا؟ لأن عندما تدخل تشعر بماذا؟ إيمان صحيح والله نعم تمام صيام النفل صيام الاثنين والخميس والاثنين آكد صيام ثلاثة أيام من كل شهر هجري صيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري صيام داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوم ويفطر يوم يصوم أكثر شهر محرم وشعبان أكثر شهر شعبان وست من شوال وصيام يوم عرفة عشر من ذو الحجة لكن دون يوم العيد نعم نعم يحرم صيام يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى ويحرم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذو الحجة ويحرم صيام يوم الشك يعني يتقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطاً يعني نعم ويحرم صيام الدهر يصوم ولا يفطر وإفراد يوم الجمعة بالصيام إلا إذا صام ليس من أجل يوم الجمعة مثل العاشورة الآن كان في يوم الجمعة صام من أجل عاشورة ليس من أجل إفراد الجمعة بالصيام مع أن السنة كان يأتي بيوم التاسع أو الحادي عشر نعم يحرم الوصال يعني لا يفطر عند المغرب يواصل الصيام يواصل الليل بالنهار نعم والله أعلم صلى الله على النبي محمد وعلى الصحبه وسلم جزاكم الله خيراً